السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله اعلمك ازاي تدخل على البيوز بدون ما تضغط على اي ضرور طبعا كلنا عارفين ان البيوز وزء كبير مهم فيه جهاز الكمبيوتر ومنه بتدخل على عددات جهاز الكمبيوتر بتاعك او بتدخل على شاشة الويندوز وبيختلف من جهاز لجهاز فالناس بتجد صعوبة في الدخول عليه بازن الله في الفيديو ده اعلمك ازاي تدخل على البيوز بدون ما تضغط على اي ضرور لو حضرتك حبيب تعرف. نعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنعمل مع بعض ده ازاي كل اللي انت هتعمله اه اي مكان فاضي على سطح المكتب اه بتاعك وتعمل كليكي مين وبعد تنزل عند حاجة اسمها جديد. وتروح من جديد على حاجة اسمها اختصار. تضغط عليه. هيفتح معك بالصورة اللي حضرتك شايفة دي ايه امر ان شاء الله هنضعه. اقوله لحضرتك دهاتي اللي هو شات داون مسافة سلاش ار اه مسافة سلاش اف دابليو مسافة سلاش في مسافة ون. طبعا اه ان شاء الله هترك لك الامر ده في صندوق وصف الفيديو عشان تكتبه بالضبط بدون اي خطأ. تاخده نسخ تمام كده? وتيجي تضعه في قلب اه اللي هو المكان الفاضي. تعمل عليه لصق. وبعد كده تضغط على التالي. تمام? هنغير هنا الاسم من شات داون اللي هي كلمة اه بايوز. لان ده هي باختيار اختصار للدخول على شاشة البيوز. تمام? هنعمل عملية لصق. وبعد كده نضغط على انهاء. هيزهر معانا الاختصار بالصورة دية. كل اللي انت هتعمله بعد كده تعمل عليه. وبعد كده تروح رايح عند حاجة اسمها خصائص. وبعد كده تروح رايح عند حاجة اسمها خيارات متقدمة. وتختار حاجة اسمه التشغيل كمسؤول. تمام كده? وتضغط على موافق. وبعد كده تنزل تحت تاخد حاجة اسمها تطبيق. وبعد كده تضغط على موافق. وبعد كده مرة تانية برضو هنعقف اه وناخد اه خصائص. وبعد كده نعمل حاجة اسمها تغيير للايكونة نغير شكل الايكونة نقول له موافق. هيفتح معنا اشكال مختلفة من الايكونات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. حضرتك تختار الايكونة اللي هتعجبك. وتعلم عليها ووري لحضرتك ازاي نثبتها. وانا مفترض ان انا هختار الايكونة ديت. قل له موافق. وبعد كده قل له تطبيق. وبعد كده قل له موافق. تمام كده? وتحتفظ بالايكونة دي موجودة على سطح المكتب الخاص بيك. لو حبيت ان انت تدخل على شاشة البيوز كل اللي انت هتعمله هتضغط ضغطتين متبتليتين على الايكونة ديت. جهاز الكمبيوتر بتاعك هيعمل عملية رستارت ودخلك مباشرة على شاشة البيوز بتاع جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. تابع معي الفيديو للنهاية. كل اللي انت هتعمله هتقف على الايكونة وتضغط عليها اتنين كليك. تمام كده? هيبدأ يعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك. ويدخلك مباشرة على شاشة البيوز الخاصة بجهاز الكمبيوتر. بكده طبعا احنا دخلنا على شاشة البيوز الخاصة بجهاز الكمبيوتر بدون ما نضغط على اي ازرار من ازرار اه جهاز الكمبيوتر. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمتش الجديد ما تنساش طبعا ان انت هتدعم لنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.